معقول هي طمعانة في فلوس؟ اه ممكن طبعا تكون طمعانة في فلوس ولا طالما انا خسرت كل حاجة فانا مش اخسر دي كمان بصي لا هي ممكن تكون طمعانة في فلوس بس انا وجهة نظري في القصة دي ان الست دي برانويت برسنالتي هي فعلا مريدة نحصية الله عظيم حرام عليك اللي بتعمله فينا ده وانه الراجل ده ما بيدعيش عليها لما اتهمها فعلا انها مريدة هي فعلا في قصة كلها بتقول ان هي عندها مشاكل طول الوقت احساس باللطب كرة ده عشان عايزة تعيش حياة كريمة والناس مش طيبها في حالها بس بعتت لصحف اوروبا فصحف اوروبا عدم مستنيها تبعت فيهتموا والحكاية تعرف طب هم رفدوا من الشغل يعني النوش اللي عملته ده زي ما بيقولوا بالبلدي جام نتيج اهو ده منطقي حتى ده مش منطقي مش مكترع بيه يعني هو ما ترفتش انا مش مكترع اصلا انه حد رد عليها اصلا وبعدين ستات في اوروبا بدأوا يتكلموها لان الحكاية سماعت جدا في اوروبا هي عايزة تقول ما ممكن نبقش فيه صورة اصلا لا ما تهزرش بقى ده كرحامل والله ما ينفع كده والله والله ممكن ممكن تبقى سكيزوفرينج اصلا ايه عندها فصام وكل دي تحسس المؤامرة تحسس المؤامرة لا 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 بالعكس هي ممكن تكون متجوزة وكل حاجة بس عندها احساس بالمؤامرة طول الوقت انه الناس كلها متأمرة عليها والناس كلها عايزة تغدعها لا على فكرة ما قالتش كده انا حاسس كده من الكلام اللي هي بعتاه واصحابه مستنين واصحابه مش عارف بيستخبه تم وغير الكلون وما سبش غير هدوم وهدوم هيبال واحد نييته بقى؟ مين قال بان ده حصل اصلا؟ يعني مين قال انه هو غير الكلون ما هي دخلت قاعدة تهاي في الشق؟ يعني هيا بتقول قصرت البيت وهو راجل عاد في اوروبا وجاء غير الكلون في مصر ورجع تاني من اوروبا هي سيناريوهين يا السيناريو الاولية ده ان الكصة صحة زي ما هي شايفها اه 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 الكصة صحة زي ما هي شايفها نارسيستيك سايكوباس لا لا استاني بس برضو دي حاجة من الحاجات اللي تخليني اقول استاني بس محاش موبايل اممينا بتاكيننا سباني خلقت على بقى اممينا بتاكيننا سبانيك بالعافية وبناكلها عشان احنا مش عارفين فوائد يعني يومي تبقى شخصية رجسية عشان بتاكين هو سبها في الشارع سبها في الشارع ومشي محاش موبايل ومحاش فلوس بس معاها كريدت كارد اللي ساحبت بيه كتتحطها فين كريدت كارد ولا هي معاها محفظة ولا معاها فلوس ولا معاها بوبايل شانت تيما بتقول محاش حاجة سبني غير فلوس ومغير حاجة فمعا كريدت كارد راح تسحبت بيه ورجبة التاكسي والحمد لله انه ساحب اه الحمد لله انه ساحب ايه كتبت كده يعني القصة مش انت بتقلقني ليه هي القصة مش مريحان طب يا دكتور فيه حاجة هي عملت قول انه اتجاوزني عشان شكلي وعشان تعليمي وعشان جسمي وعشان احساس المسئولية اعلقت بقى جسمي بإحساس المسئولية يعني فيها كل حاجة موسط الجميلة تبقى جميلة وتبقى قد المسئولية وجميلة روح وجميلة شكل هو كإذا كان داخل يتجوزها عشان يتجوزها مش عشان يلعب ويمشي يعني ايه يعني على كلامها كده انتجوزني عشان عندي احساس بالمسئولية وتعليمي وبتقيب هو داخل يتجوز مش داخل يلعب هو لو داخل يلعب هيختارها عشان شكلها شهرين ثلاثة ويسيبها ويمشي لكن هنا هو بتقول على كلامها ان هو داخل عشان يتجوز عشان تعلمها وعشان احساسها بالمسئولية وعشان مش عارف ايه ده معناه ان هي هو نقق عروصة هيتجوزها ويكمل معاها مش نقق واحدة هيوق معه ويمشي هي لما تقول بخيل هو عمل ايه دل على البخل ده كان عايز يأكلها اكل الصين عشان كان عايز يركبها العجلة وما تركبش تاكسي ده اللي انا فهمده من القصة اه برضو صحيح طب بس عادي ما تركب عاجل اما هو هناك في اوروبا العجل هو ده الشائع او لي لين لوحده او طريق لوحده اه فده الشائع يعني فهو لو هو بخيل عشان كده ماشي او لو هي كانت طلبه فلوس تاني بعدين واحد بخيل هتديها 20000 جنيه عشان يطلقو ماو خلي بالك اللي بتر 1000 جنيه بابه كم دولار دلوقت يعني كم دولار يعني هو لو كان قلها 20000 دولار كان يبقى مش بخيل اه اخي هنا ساعتها بفكر طيب بصي بقى احنا احنا عايزين نحط الخطين كده الخط الاولاني انه القصة فعلا حقيقية وهي بتحكي القصة صحة والكلام ده مظبوط الراجل ده راجل نرجيسي تمام سايكوباتي نرجيسي سايكوباتي يعني ايه ماو انت هتفصر لي ماو انا مش باهم نرجيسي سايكوباتي يعني شخص اهم حاجة عنده نفسه وبيفكر في نفسه اغلب الوقت وبيدخل في علاقات متعددة ده النرجيسي السايكوباتي بقى اللي هو ايه السايكوباتي بقى اللي هو بيحب نفسه ما هو بيحب السايكوباتي عنده مشكلة انه انا وما نرأي الطفان يعني ما عندهش مشكلة ان الناس تتأذي الناس تتنايل ما عندهش ضمير بيحسبه فاهماني ما عندهش ضمير بيحسبه على اخطاءه او على التصرفات اللي بيعملها فهو نرجيسي سايكوباتي ما بيحسبوش ما عندهش ضمير يحسبو وأهم حاجة عنده متعه وغريزه وكده يعني الشخص الأناني دايما نسميه سايكوباتي الشخص اللي بفكر مع أن الأناني ده بكتر واحد مبسوط الشخص اللي بيفكر في مصلحته بس مش أناني اللي بيفكر في مصلحته بس سم وده الصح وما فكر في مصلحة ميه أيوة ما هو أنه مصلحتي تيجي على حساب الآخرين مهم أن أنا أكون سعيد لأ لما أنا فكر في مصلحتي على حساب سالي فأدي سالي مقلب في الشغل وأحى مع الرؤساء عشان أنا مثلا لأ لأ أنا بكرم على حاجة تانية لما الراجل يقول أنا مش مبسوط وعايز أمشي من البيت أو عايز أتجوز واحدة تانية ومش مهم بيته وعياله ومراته هل هو سايكوباتي؟ لأ أنه هو دحك عليها وأنه هو كذب على كلامها أنه هو دحك عليها وأنه هو كذب عليها وأنه هو قال كلام ما أقوش وأنه هو طلع عكس طب ما أكيد ما بيروح يقول التاني إحنا عايشين مع بعض عشان بنقصة المواح هنا كده سايكوباتي أنه بيجدب وأنه بيقلف كلام ولا يروح يقول لأ أنا بحبها واتجوزتها عن حب وأنه إحنا دلوقتي وطلعنا أنه إحنا مش متفاهمين فأنا هسيبها يا وعيالها مش أنت تسأل يعني إيه سايكوباتي؟ يعني كده سايكوباتي السايكوباتي اللي يعمل كده أيوة اللي هو بيجدب شكرا وبيقلف كلام شكرا وأهم حاجة عنده مصلحته وما بيفكرش في الآخر في الطرف الآخر ده اسمه سايكوباتي أظن الرسالة وصلت خلاص دي القصة الأولى القصة التانية القصة التانية إنه هي عندها مشكلة وإن هي برانويد وإن هي عندها ممكن يبقى اسكيزوفرينيا أو وطيفر عندها أفكار التهاضية ممكن تبقى برانويد برسنالتي عندها شخصية التهاضية فهي طول الوقت شايفة إن فيه مؤامرة بتضحكة حوليها وإن هي قصة دي من وجهة نظرها وإن مش دلل حاصل خالص وفي حكاية تانية فإحنا لازم ناخد بالنا من القصتين هو الأمراض دي كلها بتتعالج؟ أه بتتعالج طبعا أه بتتعالج بس لما يبقى شخص مستبصر بالمرض أصلا يعني لما يبقى الشخص عنده استبصار بإن فيه مشكلة لكن الشخص لو ما عندهش استبصار بإن فيه مشكلة هيتعالج إزاي يعني؟ ما فيه رجالة بتروح عشان خطر مرطاتها أو الستات بتروح عشان خطر الجوازة بيتعالجه؟ لو هو رايح عشان خطرها كده اللي هو أنا هراضيك يعني لو هو رايح عشان خطرها وهيراضيها وهيمشي بقى تغطر العلاجة هيتعالج لكن هو رايح عشان خطرها بس اللي هي للروح الأولى دي وخلاص أنا روحت أقول للدكتور خلاص شكرا ده مش هيتعالج ولا حاجة يكمله ولما يكملوش؟ أنت فاكرة أنه هو عايز يكمل ده هو الرجل هو العايز يخلع فهيكمله هي المتمسكة أنا برضو مستغرب أنها متمسكة أنها هتكمل ورفض أنها هتتطلق وده غريب يعني آه يعني وده غريب يعني يعني هو راجل مش عايزك وقال لك مش عارف إيه وعمل كل ده أنت متمسكة إيه ده المفروطة بأنتي اللي عايز تتطلقي الأول عشان أنا مش عايز آخر عشان هو ببيت إيه هو لسه في بيت إحنا متجاوزين بقى لنا كم شهر ده ببيت في جنوب سينة وتنين تضواء ده أقفين البيت ده ما هو ما فيش بيت أصلا يعني لما لقيله قدامي بايع وخالع كده بعدين قالت لك شفتي لما قلت لك أنه اشترى المحامي والمحامي بقى تابعه لا المحامي ما بقاش تابعه وبقى هو كان بيحاول يشتري المحامي شايفت يعني برضو نظريت المؤامرة موجودة طول الوقت إزاي تمو أكيد أي حد هيعمل كده هيحاول يشتري المحامي ليه يشتري يعني هو يعرف المحامي بتاع هبنين قبله فين عشان يلوح يشتري ما أكيد بأي حد مثلا بيبقى فيه مشاكل أو عمله محضر قبل كده بأكيد بعرف مين هو محامي بتاعه وأكيد بحاول أنا نتكلم مع المحامي عشان نوصل لحال بس أكيد مش بحاول أشتريه يعني هو ليه يعني استفاد إيه ما هو بقى الفكرة في كده إنه فيه إحساس بالمؤامرة طول الوقت أنا مش عاجباني الحكاية دي حاسس إنه هي عندها مشكلة هي عندها مشكلة من أول اختيارها واحد عنده 55 سنة واختيارها واحد أوروبي مش مصري وإنه المصريين كلهم وحشين تعميم بشكل عام على كل رجالة المصريين مع إن الناس بتبسط لما يبقى واحد عارف طريقه يعني واحدة عارفة نيه مش عايز تتجوز مصري عارفة نيه عايز تتجوز رجل أوروبي عارفة نيه ودعيبها عايز تتجوز رجل أوروبي ليه وعايز تتجوز رجل أوروبي في سنها أقرأب من سنها عشان في حاجات عندنا أحيانا وحبيته بتاع ما بنعممش إنه الغيرة بتبقى زيادة إنه بيبقى شايف نفسه إنه والراجل انت عارف طبعا إنه أغلبية رجالة هنا بتبقى برطم مرابة وبرطم مرابة عسل نحل ونفس الحكاية لأنه النحلة الأصلية اللي بتبقى مربية بتبقى حاسسة لقدامها قلته لي على الغيرة اللي أنا هفضل أكرره وعيده إنه الغيرة الصحية إن أنا أيوا أبقى غيران على مراطي أو غيران على جوزي أنا غيرانة بس واثقة فيه جدا لكن خايفة من اللي حوالي لأن أنا معرفش اللي حوالي دول ممكن يقولوا إيه أنا أنا جوزي راجل يتضحك علي يا سيدي و أنا غيران علي أنا حور أو أنا مراطي يا سيدي ممكن حد يقول لك كلمتين أنا غير حتى لو أمي مش تسمع كلامه موافقين دي غيرة صحية فيه ناس كتير بتوعب تعمله هل هنا ده ممكن بيتطبق كده لا هنا كصة تانية خالص يعني هنا هي من الأول زي ما بقول لك الاختيار هنا تنزلت ليه أساسا الشارع عشان حد يشوفك ولا روحت الشغل أنت عشان يغيره غيرت إيه وكلام فاضي إيه أو أشوف قال لها أكل صيني هنا في راجل مصر بيقول لها أكل صيني قال لها أركاب العجلة في راجل ألم لو تركاب العجلة يعرف الله أنا أركبكم مرجيحة بس فكرت أن تنزل لي مخلما